أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جتيريش التزامه الشديد بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة رغم العرقيل خاصة في خضم حملة التضليل طويلة الأمد لتشويه سمعة وكالة الأونروا وشدد جتيريش على التزام الأمم المتحدة الرأس اختجها وكالة الأونروا مشيرا إلى النطاق الهائل للدمار والموت الناجم عن تواصل الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الثامنية الماضية لافتا إلى أنه لا يزال من الصعب للغاية دعم السكان الذين يتعرضون لإطلاق النار وفي ذلك وجود العديد من القيود على دخول الإمدادات الضرورية للمساعدات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر